أفاد تقرير جديد لقسم الأبحاث في مؤسسة التأمين الوطني أن 50% من المعطلين عن العمل عادوا إلى أعمالهم منذ اندلاع الأزمتين الصحية والاقتصادية بحسب المعطيات فإن نسبة البطالة أصبحت حوالي 10 فارزة 5% إلا أن تتعلق بمن تسجل عاطلين عن العمل وحصلوا على مخصصات عادية أو استثنائية بموجب أنظمة الطوارئ ووفق التقرير فإن أكثر من 58% من العاملين في قطاع التجارة والتسوق كانوا مسجلين عاطلين عن العمل عادوا إلى أماكن عملهم مقابل حوالي 56% من العاملين في قطاع الصناعة بينما المصالح الصغيرة فإن نسبة العودة إلى العمل بلغت 33% أحذر قسم الأبحاث من استمرار نسبة بطالة عالية في المدى القريب على الرغم من أن النسب تبدو إيجابية إلا أنها تدل على صعوبة استيعاب العاملين في سوق العمل اشتركوا في القناة